اشتركوا في حلقة جديدة هنا على هوم سينما والنهاردة هنعمل جديد لمسلسل رمضاني جديد وهو مسلسل عمر وديعب من قلة الاسامي قوي. اه النهاردة بتاعنا بتاع مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر وقبل ما اتفرج على هو الحمد لله هو دقيقة وعشرين ثانية. اه مش طويل يعني. اه مسلسل بتاع علي ربيع بتاع السنان اللي فاتت فكرة مليون جنيه كان اول اعمله في مسلسلات رمضان على القناة كان اللي هو فكرة مليون جنيه وكمة الاحباط والكوميديا بتاعته كتراحة بستين ده من وجهة نظر يعني. السنة دي معرفش هتفرج عليه ولا لأ بس ممكن يكون حاجة كويسة عشان معها مصطفى خاطر انا بصراح بحب مصطفى خاطر. آآ مصطفى خاطر والحمد المرغاني من احسن الناس المصرح مصرح الكوميديا بتاعتهم لزيزة يعني مش دمهات قيل يعني عالي ربيع هو الكوميديا بتاعته اللي بصراحة يعني مع كامل احترام ليه ما بيجيش معها سكة. بحس ان الكوميديا بتاعته طفولية اكتر من الكوميديا بتاعت الشباب اللي زي حالاتي. بحس ان هي كوميديا بتاعته بالتارجد اطفال. يعني الاطفال ممكن لما بيجي تفرج على عالي ربيعه اكيد طبعا بيسخسخه ومتضحك وبيقعه ومتضحك يعني انا ما بشوفش اي حاجة من اللي هو بيعملها بصراحة يعني. آآ هشوف طبعا الوفيشيال تريلر دلواتي. ساعتها بقى حقرر حديكوا نسب الترقب طبعا هشوفو او مش هشوفو. فآآ هنتفرج دلواتي على الوفيشيال تريلر طبعا كالعادة ما شوفتش التريلر ولا مرة هشوفو معاك دلواتي لأول مرة. يلا بينا. لا بس عربية حلوة. عطماء مية مية العربية دي. عمر ودياب. 24 واصلة امانة. معاكو كاش. زمن النون كاش كاش. زمن السرعة ما يستناش. مين مين هو ده؟ ring. بتعرف اللي عربية دي نوع ايه. نوع ايه. مزوريل لا. مزوريلة دي بتشد عالطريق. اللي بول الصح اي معكم. الصحة بونج واكلين كوروم ايا 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 ايا. ايوا يا رشا الصح. بروح يهب حتة فيها شبكة. يا بنت أنا بحتة فيها شبكة الوقت انا في نص الشبكة ما فيش شبكة اكبر من كده. لا يا يا لقى يا اللي. دا انت قادوا اطولي مصدس خارز اهوادي نفس الناقية. تعدوا طبعا انجا. انت بتعلمش انت بتكلم ميه. نابن راضي الفرج. لا يا حبيبي. نابن نابل شيكو ده. اشقاوة قديمة. اه طبعا تريلر محمد جدا من ناحية الكوميديا. الكوميديا طبعا سيئة لابعد الحدود بالنسبالي. يعني لو دي بالنسبالكو دي كوميديا ودي بالنسبالكو دي الافهات اللي بتضحك. يعني اه انا عندي استعادات ما افرقش على كوميدي تاني في حياتي يعني. يعني على فكرة كوميدي ببقاش كده يا جماعة خالص يعني. وزعلان قوي على مصطفى خاطر ان هو يعمل يعمل مسلسل يعني ويعمل دور في مسلسل زي ده يعني ان كنت اتمنى من مصطفى خاطر ان هو يعمل حاجة تانية احسن السنة دي. على رغم من السلقة ما فقتش على ربع رومي. في كتير قوي قالولي ان المسلسل ربع رومي كان حلو يعني كوميدي بلزيز يعني مش مش كوميديا اللي هي بت يعني تفشخ ضبك دي حكي يعني بس لزيزة بترسم يعني اللي بتسمع على وشك يعني. بس ما شفتهوش للأسف ما شفتهوش لانك كان عندي مسلسلات تانية كنت بتفرج عليها فما ما حاطتش معها ربع رومي. مش عارف كنسل الفاتحة ولا كنسل قبلها حتى مش فاكرة يعني كترة كمية المسلسلات اللي قاعدت بتفرج عليها يعني. يعني احنا معانا في المسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر وحيبقى فيه كمان محمود الليسي. حيبقى فيه كمان هالعمبر. حيبقى طبعا فيه ديوف شرف كتير. اكيد وش عابة فيه بايومي فقاد برضو يعني اكيد يعني. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عشاءهم. فانا مستغرب ان ماتاز التوني برضو يعمل مسلسل زي ده. يعني المسلسل ده في خاطر وفي على ربيع. المسلسل التاني بتاع قسقس وحمدي المرغاني. يعني الاتنين يعتبر نفس الحاجة يعني بس دول بيشتغلوا حاجة ودول بيشتغلوا حاجة. هنا بتحصل مشاكل وهنا بتحصل مشاكل. مش عارف ايه الفرق بس ماشي يعني. بس انا مش شايف من وجهة نظري ان كمسلسل كوميدي التاني حيبقى يضحك اكتر. بتاع قسقس وحمدي المرغاني انا شايف من وجهة نظري التاني حيدحك اكتر بكتير يعني. بالنسبة للمسلسل ده نسبة رقبي ليه هتبقى للأسف اربعة من عشرة. ما عرفش برضو هتفرج عليه لأ عشان خاطر مصافة خاطر. آآ او لأ لان قريدي حيبقى فيه انا متأكد بلوم في المية انا كنت اقيل في بداية التريلر ري اكشنز ان انا مش هتفرج على مسلسلات رمضان كتير. طبعا الكلام ده كله شكله هيبقى هبدو هيبقى فيه طبعا فرج على مسلسلات رمضان كتير السنة دي يعني. يعني تقريبا تقريبا داخلين بعشر او حداشر مسلسل. السنة اللي فاتت كان اتناشر مسلسل او اتناشر اتناشر. السنة اللي فاتت كان اتناشر مسلسل. آآ السنة دي لحد دلوقتي تقريبا عشرة او حداشر يعني. فعلى اخر التريلر ري اكشنز لما هنخلصها كلها. هنقولوا ساعتها. هنتفرج على كم مسلسل وكذا يعني. آآ بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها المسلسل ده. اتمنى الحلقة الكون عجبتكم ان شاء الله شوكوا في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب و لايك وشيل لو الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فالو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. شوفكم الحلقة اللي جاية.